السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوات التجارية والفندوقية معدنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي وبرنامج قواعد البيانات مايكروسوفت أكسس زي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت ان احنا هنستكمل النهاردة بقى هناخد تدريبات عملية ونظرية احنا الحلقة اللي فاتت ختمنا الجزء الخاص ببرنامج قواعد البيانات أكسس وقلنا ان احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ تدريبات عشان نشوف اسئلة كتير ونجرب نفسنا ونتمرن عشان نشوف هنعرف نحل ازاي في البتحان طيب قبل ما نبدأ حلقتنا في حد من زميلنا سألني سؤال المرة اللي فاتت وقال لي ازاي بقدر اعمل عمليات ممكن هل ممكن اعمل عمليات حسابية وانا في التقارير هقول له ايوة اقدر اعمل عمليات حسابية زي الجمع اقدر اعمل اكبر قيمة تعالوا نشوف بنعمل الكوز ايه دي ازاي على الجهاز اهو قدامي من بيانات الموظفون عايز اعمل منه تقرير هاجي من كريت وهختار report عملت التقرير اهو زي ما اخدنا طيب اقدر اعمل عملية حسابية جواه ايوة اهو قدامي هو هنا هعمل لي اهو لو خدنا بالنا جمع لي الحوافز خانة الحوافز هي ومطلعها لي الف مية وخمسين طيب المرتب دي اقدر اعمل برضو اه اجمع المجموع بتاعهم ويطلع لي تحتيها برضو من ديزاين اتاك ان انا واقف عن تبويب ديزاين وتوتلز هضغط عليها واختار سم بمجرد ما اضغط عليها جاب لي مجموعهم تحت اهو طيب اقدر اعمل برضو عمليات تاني زي ايه زي ان انا اقدر اطلع المتوسط اهو واقدر اطلع اكبر قيمة تحت اهو معايا اللي هي اربعة تلاف خمسمية واقدر برضو اطلع اصغر قيمة قدامي تحت اهو تلات تلاف وكذلك من هنا برضو اقدر اعمل اي عملية وطلع المتوسط وغيره يبقى احنا كده عارفنا ازاي بعمل الجزئية دي في التقارير دي كانت اجابة الجزئية اللي سأكتوني عليها المرة اللي فاتت طيب نستكمل النهاردة ان شاء الله تدريبات عملية شاملة المنهج كله ياريت نركز مع بعض عشان اللي فاته حاجة او عايز يأكد حاجة او عايز يراجع معايا يقدر يستفيد من حلقتنا النهاردة ان شاء الله تعالوا نشوف هنبدأ باين النهاردة اول تدريب هناخده من التدريبات العملية تدريب رقم واحد تدريب بيقول لي من البيانات السابقة اللي قدامي دي اللي هي فيها كود الطالب واسم الطالب والشعبة ودرجة العربي والحاسب الآلي عايز من البيانات السابقة المطلوب واحد انشاء قاعدة بيانات جديدة للطلاب ده اول مطلوب بعد كده عايز ينشئ استعلام يظهر بيانات الطلاب في شعب التسويق فقط بشرط ان يكون ناجح مديني هنا بيقول لي علما بان النهاية الصغرى بتساوي 25 يبقى النهاية هنا درجة النجاح من 25 وفما فوق طيب تالت حاجة انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على اساس اسم الطالب رابع مطلوب وهو انشاء نموذج لعرض الجدول تعالوا نشوف بنحل التمرين ده ازاي واحدة واحدة مع بعض كده هنفصل كل جزئية عشان نعرف نحلها لوحدها اول جزئية وهي هنعمل ايه؟ ننشئ قاعدة بيانات جديدة الاول للطلاب تعالوا نشوف اهو من التابويب فايل واتأكد اضغط على نيو نوقف عن نيو وهم لانك داتا بياز وقف عليها وهاجي عند فايل نيم اسم قاعدة البيانات اسم الملف قاعدة البيانات وهكتب اسم القاعدة وهي الطلاب ومن الفايل الاصفر اهو الملف الاصفر ده قدر حد منه لوكيشن الموقع اللي هتحفظ فيه هنا معمول الديكيومنتز اهو وضغط كريت هنا بيقول لي خلي بالك في قاعدة بيانات بنفس الاسم اهو ما نتخضش هل تريد ان تستبدلها هقول له ياس يبقى انا ممكن يكون حد قاعدة على الجهاز وعمل نفس القاعدة بنفس اسم اهو ما تخضش واضغط يا سعادي وانكمل هضغط على الديزاين هو عمل لي جدول افتراضي هوا عشان اجيب وضع التصميم هيقول لي هنا سيف احفظ الجدول باسم وهقول له بيانات الطلاب وبعد كده هضغط اوكي بعد كده هبدأ في ادخال الحقول اسماء الحقول كود الطالب وهخليه نمبر رقم واسم الطالب وخليته تيكست نص الشعبة وخليتها تيكست وبعد كده درجة العربي اهو وهخلي خانة العربي هعملها طيب انا هنا هخليها تيكست عادي ليه لانا مش محتاج اعمل فيها عملية حسابية يبقى خليها تيكست يبقى تيكست النص بيقبل ارقام وحروف وبعد كده هكتب حاسب قالي ياريت نركز مع بعض احنا بنراجع من الاول اهو عشان نثبت المعلومة وخليته تيكست برضو وهحفظ من فوق ضغط عليها على الاداة بتاع الحفظ وبعد كده هجيب واضع عرض البيانات data sheet view وهبدأ في ادخال السجلات اللي مدهاني في التدريب هكتب بعد كده اهو هتأكد الاول انا عايزة اجيب الورقة من table وtable properties عشان اجيب الاتجاه اهو من orientation اخليه من right to left لright لليمين لليسار طالما هنكتب بيانات عربي يفضل اخليها من right طب هنا ما عملتش معي ليه هقفل الكائن الجدول وافتحه تاني بصوا هنلاقي فعلا اتحول اتجاهه من اليمين الى اليسار بعد كده هبدأ في ادخال البيانات معي اهو اول سجل 101 واسم الطالب محمود عادل والشعبة ادارة ودرجات العربي عنده 41 وحاسب الالي وبعد كده هبدأ في ادخال الكود التاني الاسم مونة ابراهيم والشعبة بتاعتها تسويق ودرجات العربي 25 و48 حاسب الالي والسجل اللي بعده اهو سامي محمد وشعبته تأمينات ودرجة العربي 48 والحاسب الالي 41 مية واربعة واسم الطالب هجر احمد والشعبة تسويق ودرجة العربي 42 و40 واخر سجل اللي معي احمد محمود وشعبته تسويق ودرجة العربي 45 وحاسب الالي 24 يبقى هنا كده معداش درجة النجاح اللي هي 25 طيب كده انا عملت اول مطلوب مني وهو انشاء قاعدة بيانات جديدة وبعد ما انشأت قاعدة البيانات الجديدة عملت ايه دخلت البيانات في السجلات وعملت الحقول وادخلت السجلات كل بيان زي ما هو طلبه مني في التمرين احنا كده بنحل التمرين واحدة واحدة مع بعض بعد ما انشأنا قاعدة البيانات وانشأنا الجدول ودخلنا البيانات تعال نشوف هنعمل ايه بعد كده هنشئ استعلام يظهر بيانات الطلاب في شعب التسويق فقط بشرط أن يكون ناجح علما بأن النهاية الصغرى بتساوي 25 يبقى هنا حاطط لي شرطين الشرط الأول بيقول لي أن يظهر لي اللي هما شعب التسويق فقط والشرط الثاني علما بأن يكون ناجح ومديني درجة النجاح اللي جاي بـ 25 فما فوق يبقى يظهر معايا في الاستعلام تعالوا نشوف بنحل المطلوب الثاني ده إزاي قدامي أهو من كريات وبعد ما ضغطت كريات أتأكد أن أنا واقف عند وكويري ديزاين ضغط عليها ويظهر لي الجدول اللي هو بيانات الطلاب ضفهولي وبعد كده هبدأ في إضافة لو عايز أضيف الحقول كلها بضغط على أول حقل ويجي عند آخر حقل وانا دايز شفت من لوحة المفاتيح وهسحبهم كلهم أهو السحب والقاء عند تحت في السجل بعد ما سحبتهم لو عايز الطريقة دي صعبة مش عايز أعملها بمسح حددهم كده أهو ومسحهم دليت من لوحة المفاتيح واضغط عليهم دابل كليك حددهم حقل حقل الطريقة اللي تريحني اهو اضافوا معايا تحت بعد ما ضفتهم هعمل ايه هاجي عند الكريتيريا اللي هي المعيار وهقوله هو عايز اللي هم شعب التسويق فقط يبقى هقوله يساوي تسويق يبقى اظهر اللي هم شعبتهم تسويق بس ويجي عند درجات العربي هقوله أكبر من شفته حرف الزين من لوحة المفاتيح ويساوي خمسة وعشرين يبقى لو يساوي أكبر من يساوي خمسة وعشرين أو أكبر من وبرضو عند الحاسب الآلي هنا اعمل نفس المعيار وهاجي عند رن عشان ينفذ طلع لي فعلا هوا اتنين من شعب التسويق واللي هم نكحين جايبين درجة خمسة وعشرين فما فوق يبقى هم نكحين طلعهم لي وشعب التسويق بعد كده بحفظ من سيف وهقوله وليكن اسم الاستعلام استعلام الطلاب وهضغط اوكي وهاجي عند أهو قدامي بيانات الطلاب الجدول والاستعلام موجودين في النافجيشن بان لوحة التنقل يبقى احنا كده حلينا تاني مطلوب وهو إنشاء استعلام بيعرض الطلاب اللي هم من شعب التسويق فقط وعلما بأن مديني عايز يعرض برضو درجة اللي هم نكحين بس ومديني درجة النجاح وهي من خمسة وعشرين يبقى يظهر لي اللي هم جايبين درجة خمسة وعشرين فما فوق تعالوا نشوف المطلوب التالت طالب ايه مني تالت حاجة بيقول لي إنشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على اساس اسم الطالب هنعمل الجزئية دي ازاي اهو تعالوا نشوف يبقى أنا هنا هعمل تقرير وبقى يلي خلي بالك اعملي ترتيب تصاعدي لإسم الطالب اهو من create وهاجي عن report اس تقارير واضغط report wizard اللي هي معالج التقارير وضغط عليه ظهر لي مربع الحواري ده قدامي واتأكد ان انا عامله عاي مصدره الاستعلام اللي هو الطالب استعلام السابق تأكد وبعد كده اضيف حقل حقل اول حكول كلها من السهمين وهضغط next 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 وبعد كده هقوله خليلي اسم الطالب وضغط finish بالفعل عمل لي التقرير اهو زي ما انا شايف اقدر اعمله تنسيقات عشان فيه اهو كود الطلاب مثلا مش بظهرة معايا او فيه خلايا مش باينة في حقول هاجيب اقفل وضع عرض المعاينة وبعد كده هاجيب من view layout view عرض التخطيط وهبدأ انسى التنسيقات دي الطبيعي عشان تتبقى شكلها منصق شوية وكود الطالب هوسع شوية هنا عشان تبقى باينة معايا واحركها شوية هنا كل دي تنسيقات عشان تتغير من شكل التقرير يبقى شكله معقول معايا كده احنا انشأنا التقرير وقلنا ان هو عايزه يكون مصدره الاستعلام السابق بعد ما عملنا التقرير تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني من المطلوب بعد كده ايلي انشاء نموذج لعرض الجدول هعمل نموذج عشان يعرض لي الجدول معايا اهو من بيانات الطلاب ان هو عايز يعملوا من الجدول يبقى انا وقفت عند الجدول اهو ومن كريات اخترت من المجموعة فورمز اللي هي نماذج اخترت فورم نموذج عملهولي بطريقة سهلة جدا اهو بمجرد ما ضغطت عمل لي النموذج وعطيلي في السجلات والحقوق بعد كده احفظه من سيف فوق اهو بيقول لي اسم النموذج هاخسميه نموذج الطلاب وضغط اوكي عشان يحفظه لي معايا ها الجداول والاستعلامات والنمازج والتقارير موجودة معايا في النافجيشن بين لوحة التنقل يبقى انا كده عملت استعلام عملت الاول انشأت قاعدة بيانات وبعد ما انشأت قاعدة بيانات انشأت الجدول ودخلت السجلات جواها والبيانات وبعد كده انشأت استعلام وبعد كده انشأت تقرير وانشأت نموذج تعالوا نشوف التدريب اللي بعد كده التدريب التاني بيقول لي ايه من البيانات السابقة اللي قدامي اللي هي فيها اسم كود الموظف واسم الموظف والفرع والمرتب اللي قدامي ده عايز ينشأ قاعدة بيانات جديدة للموظفين وعايز ينشأ استعلام يظهر بيانات الموظف الذي يزيد مرتبه عن 3500 جنيه ومن محافظة القاهرة يبقى عايز شرطين اهو المطلوب اللي بعد كده انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصعودي على اساس حقل المرتب رقم اربعة انشاء نموذج لعرض الجدول يحتوي على زر لعرض التقرير تعالوا نشوف واحدة واحدة احنا بنحل تمرين واثنين وثلاثة وعشان نفهم ونثبت معانا المعلومة خطوات الحل هنحل واحدة واحدة اول حاجة هننشئ قاعد البيانات جديدة للموظفين اهو من فايل زي ما احنا تعودنا وجربنا كزا مرة ان شاء الله نكون مركزين من فايل واخترت نيوب لانك داتاباز وهاجي عند فايل نيم وهقول له هسميها باسم الموظفون ومن الفايل الصفر زي ما قلنا بنحدد الموقع اللي هتحفظ فيه قاعدة البيانات واخترت كريت بيقول لي خلي بالك فيه محفوظ بنفس الاسم هقول له زي ما احنا تعودنا خلاص وعرفنا هقول له ياس بعد كده هاجي من ديزاين وهقول له هو كده كده معمول الجدول الافتراضي هاسمي الجدول اللي هو معمول باسم بيانات الموظفون وبعد كده هضغط اوكي اعمل لي الجدول او هبدأ في ادخال الحكول بقى نكس مع بعض كود الموظف اول حقل وهخلي data type نوع البيان هخليه number رقم وبعد كده اسم الموظف وخليته text نص وبعد كده الفرع وهخليه text برضو والمرتب وهخليه currency عملة بعد كده هحفظ وبعد كده قدامي او اقدر اجيب وضع عرض السجلات data sheet view وهبدأ في ادخال السجلات معي اهو اول كده قدامي 1221 واسم الموظف اهو والفرع الجيزة والمرتب 3500 وهدخل السجل اللي بعده 1202 واسم الموظف والفرع القاهرة والمرتب 4000 جنيه والسجل اللي بعده 1203 واسم الموظف احمد محمود والفرع الفيوم والمرتب 3000 جنيه السجل اللي بعده 1224 واسم الموظف مونة محمد والفرع القاهرة والمرتب 4500 وهاجي عند السجل الاخير وهو 1205 كود الموظف واسم الموظف سامي محمد والفرع القاهرة والمرتب 3000 جنيه كده ان ادخلت السجلات قدامي هو هبدأ بقى اجيب بعد كده المطلوب اللي بعده انا دلوقتي عملته هو زي ما اخدنا ان احنا بننشئ قاعدة بيانات الاول وبعديها ببدأ في اعمل احفظ الجدول اللي هعمله وابدأ في ادخال السجلات والحكول اللي انا عايزها جوه قاعدة البيانات تعالوا نشوف المطلوب اللي بعد كده المطلوب اللي بعده وهو انشاء استعلام يظهر بيانات الموظف الذي يزيد مرتبه عن 3500 جنيه ومن محافظة القاهرة يبقى هو هنا عايزين نشئ استعلام في شرطين او معيارين زي ما اخدنا او معيار اللي هو عايز اللي هم الموظفين اللي هم مرتبتهم فوق 300 3500 جنيه والشرط التاني يكونوا من محافظة القاهرة يبقى كده هعمل الشرط ده او الاستعلام ده هنشئه ازاي اهو تعالوا نشوف بنكريت ومن المجموعة استعلامات هختار اهو ظهر لي الجدول اللي موجود مفيش غيره واحد بيانات الموظفين ضغط add و close قفلت وبعد كده اقدر اضيف الحكول اللي انا عايزها وليكن اسم الموظف الفرع المرتب بضغط عليهم ضابل كليك شمال ينزلوا ليه تحت معايا هاجي عند كريتيريا المعيار وهاجي على تحت المرتب هو عايز اللي هم اكبر من 3500 بقى شفته حرف الزي من لوحة المفاتيح وعملت علامة اكبر كتاب 3500 وهاجي عند الفرع وقال لي من اللي هم من قاهرة يساوي القاهرة وتأكد ده انا كاتب البيانات صح وهضغط run نفذلي اهو كتابلي الاتنين دول معايا واللي هم مرتباتهم فعلا تزيد عن 3500 جنيه وبعد كده هاحفظ من save وهكتب اسم الاستعلام وليكن استعلام واحد وهضغط اوكي حافظ الاستعلام وظهر اهو في لوحة التنكل نافيكيشن بان كده احنا انشأنا استعلام برضو ها وقلنا ان الاستعلام خلناه قلناه الاستعلام حطيلي شرطين فيه اول شرط اللي هو انه يظهر لي اللي هم من محافظة القاهرة وبعد كده اللي هم مرتباتهم فوق 3500 جنيه بعد كده تعالوا نشوف المطلوب اللي بعد كده المطلوب اللي بعده انشاءوا عرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصعدي على اساس حقل المرتب اهو جيت عند create وضغطت عليها وبعد كده اخترت report wizard وضفت اهو اتأكد انه واقف عند استعلام واحد هو عايزه من الاستعلام السابق هدوس على السامين عشان اضفهم واضغط next next وهضيف هنا اهو المرتب هو عايز يرتبه على حساس حقل المرتب التصعدي و next next وبعد كده هكتب الاسم بتاع التقرير وليكن تقرير واحد وهقول له finish انهاء اهو لو خدنا بالنها هنفذ لي التقرير وعمل لي التقرير اللي انا طالبه وفق الشروط المعينة كده احنا حلينا المطلوب التالت وهو انشاء تقرير مصدره الاستعلام السابق وحطلي ورتبهولي على حسب اساس المرتب تصاعدي تعالوا نشوف بعد كده ايه المطلوب ياريت نفضل مركزين عشان منسرحش هنا ولا هنا نقدر نفضل سابتين ونعرف نحية اللي باقي التمارين تعالوا نشوف رابع حاجة عايز ينشئ نموذج هنعمل نموذج لعرض الجدول بيحتوي على زر العرض التقرير من كريت وهختار من المجموعة فورمز نمازج اخترت فورم ويزارد معالج النموذج اهو ظهر للمربع الحواري هجيبه هتأكد ان انا واقف عند الجدول اهو بيانات الموظفون وهضيف الحقول كلها ونكست نكست وهسمي النموذج باسم وليكن نموذج الموظفون وفنش بعد كده لقيت فعلا الحقول اتعاملت معايا اهيه وخلصت النموذج طيب عايز اضيف زرار اعمل من كريت هاجم عند المجموعة macros and code مكرو واختار الامر مكرو اهو ضغط عليه وابدأ اديره في الاجراءات او الاوامر اللي انا عايز انفزه انا عايز انفز اللي هو يعرض للتقارير يبقى اختاري اما يده وهنا اهو open report او هكتبه لو حافظ الكلام او الصيقة صح بعد ما اضغطت على open report ظهر لي هنا report name بيقول لي حدد اسم التقارير اللي عايز تظهره او تعرضه وبعد كده هو ما فيش تقرير انا عامله واحد وهو تقرير رقم واحد ضغط عليه وبعد كده ضغطت في مكان فاضي اهو جوا المكرو خلص عملي الاجراء وهو open report واخددت التقرير هاجي عند نموذج الموظفون اهو الفورم اللي انا عامله وهاجيب وضع هاجيب وضع design view وهسحب كده عشان احط مكان للزرار او الاجراء اللي هينفزولي بس انا هنا هنتأكد ان احنا حفظنا المكرو الاول هاجأ فلو click menu close هيقول لي خلي بالك انت محفظتوش هقول له yes وهسميه باسمي بقى لازم اي حاجة نعملها خطوة بخطوة نحفظ عشان اقدر اسميه بالاسم اللي انا هعمله وهسميه بالاسم عرض التقرير عشان اخليه كزرار يعرض لي التقرير سميت اهو اسحب بعد كده وحطو فيه النموذج drag and drop اهو سحب والالقاء وبعد كده اقدر اجيب من view form view اهو تعالوا نجرب نشوف الزرار هينتنفز معايا لو ضغطت على عرض التقرير وانا واقف في النموذج فعلا فتح لي وعرض لي التقرير اللي انا عنه طب لو جيت قفلت وهو عرض التقرير وفتح النموذج بس تعالوا نجرب تاني بمجرد ما ضغط عليه فتح لي التقرير من الموجود عندي في قاعدة البيانات كده احنا عملنا المطلوب اللي بعده وهو انشاء نموذج وبعد ما انشأت نموذج حطيت جواه عملت مكره وحطيته كزرار ينفز لي او يعرض لي التقرير كده احنا اخدنا تدريبات اهو نتمنى ان انتوا تكونوا على الاقل قدرتوا تعرفوا تحلوا اي تمرين بعد كده ان شاء الله لا وطبقتوا معايا واحدة بواحدة تعالوا نشوف بعد كده التدريب التالت هناخد تدريب تاني عملي تالت عشان نفهم اكتر ايه الاجزاء اللي فيتاني من التدريب اللي قدامي ده بقى ده اسمه جدول الموردين او قاعدة البيانات للموردين فيها رقم المورد اسمه المورد والفرع والرصيد السابق والمشتريات والمرضودات طالب مني برضو كذلك ننشئ قاعدة بيانات جديدة الموردين وعايز ينشئ استعلام بيظهر بيانات الموردين بشرط حاطتلي شرط هنا في الاستعلام بيقول لي خلي بالك انا عايز المورد يكون من محافظة القاهرة مع حساب رصيد المورد حيث انه مديني اهو زي معادلة كده بسيطة او عملية حسابية بيقول لي رصيد المورد عايزه بيساوي الرصيد السابق زائد المشتريات اجمعهم على بعض وبعد كده اطرح لي منهم المرضودات تالت حاجة انشاء وتشغيل ماكرو يقوم بفتح الاستعلام السابق ورابع حاجة بيقول لي انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصعدي على اساس حقل الرصيد السابق بعد كده المطلوب الاخير وهو انشاء نموذج العرض الجدول خطوة خطوة مع بعض زي ما احنا متعودين اول حاجة هنشئ قاعدة بيانات جديدة الموردين قدامي هنفتح خالص البرنامج من اول اهو من اداة سيرش وقدر اكتب لو مجرد ما كتبت اول حرفين او تلاتة عادي هيفتح معي هزر البرنامج هو مايكروسوفت اكسس 2010 وضغط عليه فتحلي البرنامج هاجي بعد كده من فايل ونيو زي ما احنا متعودين واختارت بلانك كده تبا يزا تأكدنا نوقف عليها ومن فايل نيم هسمي الاسم قاعدة البيانات الموردين ومن الفايل هنا لاصفر اللوكيشن اهو انا حافظه في دوكيومنتس وضغط كريت انشاء انشاء لقاعدة بيانات موجود عاية جدول افتراضي هاجيب من ديزاين الاداة ديزاين وهبدأ ادخل اسم الجدول هسميه باسم وليكن بيانات الموردين وضغط اوكي وهاجي من وهبدأ في ادخال الحقول معي اول حقل رقم المورد وهخليه ننبر رقم واسم المورد وهخليه نص وبعد كده الفرع وهخليه تيكست برضو نص وبعد كده الرصيد السابق وهخليه كارنسي عملة عشان هنا عايزه يظهر بالعملة معي وهاجي اللي بعده المشتريات برضو هخليها كارنسي عملة وبعد كده المردودات وهخليها كارنسي عملة طيب بعد ما خلصت هجيب داتا شيد فيو اهو بمجرد بدغطت عليها بيقول لي عايز تحفظ احفظ الاول الجدول دوستييس وبعد كده هبدأ في ادخال السجلات اللي معايا اللي كاتبها لي في التمرين رقم المورد اهو واسم المورد محمود ابراهيم والفرع الجيزة والرصيد السابق هخليه خمس تلاف المشتريات وهي 352000 طبعا ظاهر لي شباك هنا شباك لانه مش باين معايا البيانات مش مكافية ساهم احنا متعاودين متخضش اسحب اهو عشان تكفي البيانات في العرض بعد كده السجل اللي بعده رقم المورد 1200 واثنين واسم الرقم اللي كاتبه لي وبعد كده المرضدات برضو هكتب القيمة وهي 4000 وهاجي عند رقم المورد اللي بعده السجل اللي بعده 1200 واثنين وثلاثة واسمه المرضدات 3000 جنيه بعد كده السجل اللي بعده 1200 واثنين واربعة اسم المورد مونة محمد والفرع القاهرة وبعد كده الرصيد السابق 6000 والمشتريات مية خمسة وخمسين الف اهو والمرضدات 4500 يجي عند السجل الاخير وهو 1205 واسم المورد سامي محمد والفرع القاهرة والرصيد السابق 6500 والمشتريات 251 الف وهاجي عند المرضدات 3000 جنيه خلصت دخلت السجلات معايا في الجدول اهو بعد كده هبدأ فيه اشوف المطلوب اللي بعد كده انا الوقتي انشأت قعدة بيانات اهو للموردين وبعد كده انشأت الجدول وسميته باسم بيانات الموردين وادخلت البيانات معايا زي ما هو كاتبها لي في التمرين واحدة واحدة مع بعض نشوف المطلوب اللي بعد كده عشان انفزه بعد كده طالب مني انشاء استعلام يظهر بيانات الموردين بشرط ان يكون المورد من محافظة القاهرة مع حساب رصيد المورد حيث ان رصيد المورد بيزو ساوي الرصيد السابق زائد المشتريات ناقص المرضودات تعالوا نشوف بنعمل الكلام ده ازاي اهو دلوقتي اهو طالب مني شرطين الشرط الاول بيقول لي اظهر لي اللي هم من محافظة القاهرة واعمل لي كمان عملية حسابية اللي هي اجمع لي الرصيد السابق مع المشتريات واترحوني من المردودات يطلع لي الرصيد المورد مع بعض اهو عملت ضغط كريت انشاء ومن المجموعة استعلامات اخترت كويري ديزاين وهجيب من الشو تيبل اختار الجدول اللي هو ظاهر لي واحدة ومفيش غيره ضغط اد وبعد كده ضغط اضيفهم حقل او حقل حقل زي ما قولنا بضغط ضغطتين ورا بعد شمال double click اضافوا معايا تحت اهو هاجي عند الكريتيريا المعيار وهاجي عند الفرع وهقوله يساوي القاهرة وهاجي بعد كده في الحقل الفضي الاخير وراه وضغطت كليك يمين واخترت build انشاء او بناء وبعد كده ما نتخدش مش ظاهرين لي هنا هاجيبها من هنا اهو لو ضغطت على الموردين قعدة البيانات وبعد كده اخترت منها tables الجداول ما فيوش هلا جدول اللي هو بيانات الموردين ضغط عليه اهو ظهر لي الحقل اللي جواه هو عايز يعمل ايه؟ عايز يجيب الرصيد المورد هقوله هو عايز اللي علما بان الرصيد المورد بيساوي الرصيد السابق زائد المشتريات ناقص ومن لوحة المفاتيح ضغط على المردودات يبقى هنا اهو حططهم لي هو كوسين بيانات المورد دي اللي هي قاعدة البيانات والرصيد السابق اللي هي اللي انا ضغطت عليها من تحت تمام بعد كده بضغط اوكي بعد كده بسمي بقى الحقل ده باسم هاجي عند caption تسمية وهسميه باسم اللي هو طلبه مني رصيد المورد وهضغط رن تشغيل عشان نشوف اهو فعلا جابلي هوسع الاول عشان يظهر البيانات اللي مش تبينة هسحب اهو كليك شمال وافضل باستمرار بالسحب جابلي اللي هما من القاهرة واللي هما قدامي اهو رتبهم لي زي ما انا طالب مني في التمرير بعد كده بحفظ اهو ضغط على سيف وبعد كده بكتب بقى اسم الاستعلام وليكن استعلام المورد وضغط اوكي يبقى كده عملت استعلام يظهر لي الشرط المعين انا عمل لي اللي هو يظهر لي اللي هما من محافظة القاهرة وبعد كده قال لي هاتلي رصيد المورد في حقل تاني وقال لي علما بان رصيد المورد بيساوي ايه المشتريات سائد المبيعات والعملية اللي احنا عملناها من شوية وطرحناها من المرضودات تعالوا نشوف بعد كده المطلوب اللي بعده وهو انشاء وتشغيل ماكرو يقوم بفتح الاستعلام السابق نركز مع بعض بقى عشان نستكمل باقي التدريبات يبقى هنشئ ماكرو ازاي من كريت واجي من ماكرو الاندو كود وهضغط على ماكرو اللي هو اللي هعمل بيه الماكرو الجزئية دي وهاجي من السهم اللي هنا على اليمين واختار افضل انزل لغاية ملاقي اللي هو فتح استعلام او اكتبه يدوي لو انا احفظه وبعد كده هو بيقولي كويري نيم هحدد اسم الاستعلام اللي انا عايزه استعلام المورد اللي انا كنت مسميه من شوية وبعد كده هدوس رن عشان نشوفه هيتنفز معي بيقولي انت مش حافظ لازم تحفظ قبل ما تشغله وبعد كده هدوس هسميه وليكن تشغيل الاستعلام اسم اللي يدل على الزرار اللي انا ها اعمله وضغط اوكي اهو ظهر لي معي بعد كده هقفل الكائنات اللي قدامي وهخلي الجدول هضغط على تشغيل الاستعلام ومجرد ما اضغط كليكي من عليها واختار من القيمة رن تشغيل فعلا فتح لي استعلام المورد كده احنا عملنا ماكرو انشأنا ماكرو يعمل لي ايه ينفز لي يشغال لي وقلت له اديته الاجراء وهو قلت له اعمل لي شغال لي الاستعلام اللي هو استعلام اللي انا عامله من شوية طيب تعالوا نشوف بعد كده المطلوب اللي بعده طالب مني ايه انشاء وعرض تقرير مصدره الاستعلام السابق مع الفرز التصاعدي على اساس حقل الرصيد السابق باجي وانا واقف على الاستعلام اهو هو قال لي مصدره الاستعلام السابق استعلام المورد وضغط كريت واخترت عشان اعمل تقرير وبعد كده هتأكد اهو برضو انا واقف عند استعلام المورد كويري استعلام المورد وضغطهم اهو نضيف الحكول براحتي وبعد كده نكست واقدر هو عايز هنا يرتبوا على حسب الرصيد السابق تصاعدي اهو وبعد كده هضغط نكست نكست وهاجي عندي عنوان التقرير وهسميه تقرير المورد اهو طلع معايا طيب ايه مش باين معايا اهو طيب عايزة انسقه شوية عشان يبقى شكله كويس هقف الوضع المعينة وهاجي من view واختار layout view عرض التخطيط وابدأ بقى انسق وتحكم في الحكول عندي اسحب اهو ووسع شوية الحكول دي عشان تظهر معايا اهو ووسع اول ما يظهر ليش هفيك كده يعني البيانات مش مكفية الخلية او الحق وبعد كده هسحب اهو على المشتريات واخليها هنا وهسحب الجزء اللي تحت ده برضو هنا وهسحب برضو بتحكم فيها براحتي بالسحب بكليك شمال مع الاستمرار بالسحب الى المكان اللي انا عايزه وهاجي عند الرصيد السابق برضو ورقم المورد اهو اضايق دي شوية وهاجي عند رقم المورد مش باينة هوسع برضو عشان تظهر باقي الكلام كده انا نسأت بالمنظر اللي هو شكله على الاقل مقبول معايا كل دي تنسيقات انا بعملها بضيف اجابة او بضيف شكل جمالي للتقرير اهو دي الحدود اللي هتطلع معايا في الطباعة لما جي بطبع هتطلع لجوة داخل الحدود اللي معايا اهي وهاجي بعد كده اهو محفوظ معايا في النافجيشن بان دي كانت الجزئية اللي هي انشاء تقرير ازاي بنشئ تقرير عندي ونسأته كمان من جوة اديته شكل كويس معايا عشان يعني اقدر يعني اللي يبص في التقرير اللي بقى ايه انا فاهم اكتر اعرف احل واعرف كمان اتحكم فيه شكل وتنسيق التقرير طيب تعالوا نشوف هناخد ايه بعد كده اخر حاجة طالبها مني وهي انشاء نموذج لعرض الجدول باجي من تقرير مورد وضغط عليك الكيمين واخترت كلوز عشان اقفل كين بيقول لي خلي بالك هنا ما ننساش نحفظ بعد ما نعدل هقفل وكلوز وهسيب الجدول معايا اهو مفتوح وهاجي من كريت زي ما اتفقنا ومن المجموعة فورمز نمازج ضغط فورم ومجرد ما اضغط على فورم عملي النموذج بطريقة سهلة جدا وبسيطة لازم احفظ زي ما قلنا ضغط سيف وهحدد اسم النموذج اللي انا عامله وهسميه نموذج الموردين وبعد كده اهو موجود الجداول والتقارير والاستعلمات والنمازج والتقاريرهية والمكرو تحت معيه كده انا خلصت الجزء الخاص بالتدريبات العملية خدنا تلات تدريبات وحلينا باكتر من طريقة ورجعنا اكتر من مرة عشان نفهم اكتر واللي فيته جزئية يقدر يكون فهمها باذن الله وريت اللي عنده جهاز او اللي يقدر يطبق معي اول بول عشان لو في سؤال او حاجة وقفت معاكو تقدروا تسألوني ان شاء الله وهجوابكو عليها تعالوا ناخد بعد كده زي ما خدنا تدريبات عملية هناخد مراجعة سريعة نظري عشان نشوف ايه ممكن يجي في النظري اول سؤال عندي في اكمل نقط هي المادة الخام الاولية التي يتم معالجتها للحصول على المعلومات ياريت تمام اللي ينعيكو البيانات يبقى الاجابة البيانات يبقى البيانات هي المادة الخام الاولية اللي انا بعمل عليها معالجة عشان احصل على المعلومات طيب المعلومات ايه هي بالتالي عبارة عن بيانات تم معالجتها وظهرت لي في صورة معلومات تاني نقطة وهي بيقول لي نقطة هو الصف الذي يخزن فيه مجموعة من البيانات المتكملة لحالة واحدة من حالات موضوع الجدول تمام ايه هو الاجابة هتكون السجل ريكورد طيب يبقى زي ما اتفقنا في قاعدة البيانات السجل هنا او الصف بيسمى سجل طيب الحقل بيسمى ايه فيلد او يبقى العمود بيسمى حقل يبقى تاني الصف بيسمى سجل ريكورد والعمود بيسمى حقل فيلد طيب تعالوا نشوف اهو يبقى السجل هو الصف الذي يخزن فيه مجموعة من البيانات المتكملة لحالة واحدة من حالات موضوع الجدول ثالث حاجة الحقل زي ما قلناها اقومن شوية هو عبارة عن العمود اللي بيخزن جواه بيانات او بيان واحد من بيانات الجدول وهو الحقل فيلد يبقى الحقل عمود والسجل صف بعد كده بيقول لي هو علامة مميزة لحقل من حقول الجدول يسهل عملية انشاء العلاقات والربط بين الجدول ياريت نفكر تمام هتبقى الاجابة المفتاح الاساسي يبقى المفتاح الاساسي ده عبارة عن ايه قلنا هو زي علامة او مفتاح كده بيوصلي ان انا اقدر ادخل جوا الجدول واعمل اربط ما بين الجدول واربطها ما بين بعضها البعض عشان اقدر اعمل العلاقات تعالوا نشوف بعد كده سؤال البعض هو مكان تسجيل البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول وتحريرها ايه هو عبارة عن ايه تمام هيبقى الاجابة النمازج يبقى النمازج فورمز عبارة عن مكان لعرض البيانات اقدر اعرض البيانات وسجلها واقدر كمان اضيف بيانات واحفظها جوا النمازج يبقى عبارة عن عرض وتسجيل البيانات داخل قاعدة البيانات بعد كده نقط هو تطبيق معايير بحث محددة على بيانات في قاعدة البيانات ثم استعراض سجلات البيانات التي تتطابق مع هذه المعايير نفكر شوية هتبقى الاجابة الاستعلام كواري يبقى زي ما اخدنا ان الاستعلام ده عبارة عن ايه عبارة عن تطبيق معيار بحث او معايير بحث معينة بحطها زي ما اخدنا شوية بتدريبات وانا انا بحط له شرط معيار وليكن اعرض لي اللي هم مرتباتهم بتزيد عن 3500 اعرض لي اللي هم من محافظة القاهرة واقدر كمان اعمل عملية حسابية جواها يبقى تطبيق معايير بحث محددة وهو الاستعلام بعد كده الاجراء نقط وظيفته تشغيل الماكرو الجزئية دي قلناها في الحلقة اللي فاتت لو نفتكر الاجراء اللي بيشغل لي الماكرو ايه هو تمام الاجابة هتبقى رن ماكرو تشغيل الماكرو اللي بعده الاجراء نقط وظيفته فتح نموذج في طريقة تصميم النموذج او عرض البيانات او عرض النموذج او المعينة قبل الطباع فتح نموذج يبقى هستخدم الاجراء ايه برافو هستخدم الاجراء open form فتح نموذج وقلنا ان انا اقدر برضو لو فتح تقرير هستخدم open report او query بنفس الطريق طيب بعد كده نوع الحقل نقط هو عبارة عن بيانات رقمية تستخدم لوضع علامة العملة بعد الرقم طالما قال لي بيانات رقمية وتستخدم لوضع علامة العملة يبقى هنا هستخدم الحقل اللي هو نوعه currency العملة بعد كده ناخد اجابات بعد كده صح وغلط بيقول لي اول حاجة اول نقطة البيانات هي معلومات تم معالجتها لاستخلاص ما تشير اليه حتى يمكن الاستفادة منها نركز في السؤال كويس عشان نشوف قبل ما نحل ويطلع الاجابة غلط طيب هنا بيقول لي البيانات معلومات تم معالجتها يبقى الاجابة لو نفتكر مع بعض احنا قلنا ان البيانات عبارة عن مادة خام اولية يبقى المعلومات هي اللي بيانات تم معالجتها يبقى العكس هنا هتبقى الاجابة غلط يبقى التصحيح ايه هي المعلومات هي اللي بيانات تم معالجتها لاستخلاص ما تشير اليها والبيانات هي مادة خام اولية بعد كده نقطة تانية وهي من خصائص الحقول required تستخدم لتحديد الحقول المطلوبة وعدم تركها فارغة نركز ونفتكر مع بعض الاجابة هتبقى صح فعلا required دي بحطها لو عايز الحقل اللي انا هحطه دوت يبقى مطلوب ما يعديش الحقل ده اللي لما يكتب البيانات فيه طيب بعد كده النقطة التالتة وهي بيقول لي صح والغلاط لا يمكن التعديل في تصميم النموذج الذي تم انشاؤه بالمعالج الاجابة طبيعي لو نفتكر مش محتاجين ان احنا نفتكر اكتر ان هي اجابة غلط لان احنا قلنا ان النموذج اقدر بعدل في تصميمه وغير في شكله بعد كده التقارير reportes هي كائنات عرض وطباعة البيانات باشكال وطرق مختلفة الاجابة هتبقى ايه على مهلينة كده وما نتصرعش التقارير reportes هي كائنات عرض وطباعة البيانات فعلا الاجابة صحيح يبقى زي ما قلنا تعريف التقارير قلنا هي كائنات بستخدمها عشان اعرض الجزء باللي انا عايزه واقدر كمان اطبعه في تنصيق محفوظ طيب بعد كده الاجراء stop macro وظفته تشغيل الماكرو يبقى نركز stop macro وظفته تشغيل غلط يبقى stop macro وظفته ايقاف الماكرو طيب تشغيل الماكرو كان ايه لو نفتكر مع بعض كان ايه هو الاجراء اللي بيشغل الماكرو تمام برافو اللي هو اجراء run macro بعد كده نشوف السؤال اللي بعده الاجراء apply filter وظفته تصفية السجلات هقول له فعلا الاجابة صحيحة هنا apply filter يبقى بيطبق لي تصفية السجلات طبقا لشرط يطبق على استعلام معين بعد كده خاصية الحقول تدعني تسمية الحقل بالاسم الذي سيظهر عند فتح الجدول هقول له الاجابة صحيحة تمام معي بعد كده الماكرو هو كائن يمكن وضع امر او عدة اوامر او اجراءات اللي هي تم تنفذها الاجابة دي صحة ولا غلط تمام الاجابة هتبقى صحيحة النقطة اللي بعدها بيقولي قاعدة البيانات يجب ان تحتوي على جدولين على الاقل نفتكر مع بعض في اول حلقة لو افتكرنا ان احنا قلنا ان قاعدة البيانات لما باجي بنشئها بيظهر معايا كام جدول افتراضي برافو بيظهر معايا كام جدول جدول واحد فقط وهو الجدول الافتراضي يبقى عند انشاء قاعدة البيانات يظهر كام جدول جدول واحد على الاقل طيب نوع الحقل نمبر هو الحقل الافتراضي ويحتوي على حروف او ارقام ولا تتطلب اجراء عمليات حسابية عليها هقوله الاجابة غلط ليه طيب الاجابة غلط لان هنا نمبر الرقم لا بيتضمن ارقام فقط ويتطلب اجراء عمليات حسابية عليها يبقى نوع الحقل تيكست هو فعلا الحقل الافتراضي يبقى نوع الحقل تيكست تصحيح هو الحقل الافتراضي ويحتوي الافتراض يعني إيه اللي بيظهر معي من أول بمجرد مضغط على النوع البيانات وبيحتوي على حروف فعلا وأرقام اللي هو التكست ولا يتطلب إجراء عمليات حسابية يبقى الإجابة دي قلنا غلط والتصحيح اللي هو نوع الحق التكست كده نكون خلصنا الجزئية الخاصة بالتدريبات العملية على خواعد البيانات Microsoft Access أتمنى تكونوا استفدتوا ورجعنا عملي ورجعنا نظري مع بعض وياريت نقدر نتفاعل مع بعض أكتر زي زمينا الحلقة اللي فاتت واللي عنده سؤال يقدر يسألنا على صفحة أو على قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب أو على صفحة قناة التعليم الفني برضو على الفيز أتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة نلتقي في لقاء قريب بإذن الله وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته